السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو شباب وبنات الثانوية عامة عامة وازهرية لان النهاردة هنحل الامتحان السنوية الازهرية عشرين عشرين السنوية الازهرية بياخدوا نفس المنهج بالضبط بتاع السنوية العامة ما فيش اي تغيير ولا حرف ولا كلمة فقط بيكون بعض التغيير الطفيف اوي في شكل ونظام الامتحان طيب هنحل الامتحان ده ويريد كل الناس تتابعوا عشان تستفيد منه وتشوف افكار وتنوع يعني فيه افكار الاسئلة وهكذا طيب الامتحان بادئ بوسيقى اولى ليفربول ليجيبت غيك لام ليفربول هنا نقطتين يعني ليفربول بيعلن او بيقول ليجيبت تطلبه صلاح بوغ لجيو اولمبيك تطلب صلاح من اجل الالعاب الالمبية بعد انتصار او بعد كسبان كأس الامم الافريقية بعد ما كسبوا البطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة دون مواند فاند 3 او لأقل من الالتحت 23 سنة دون مواند فاند الفاند فاند 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 فاندف طبعا البطولة اقيمت في مصر 2019 وكسبوها الشباب المنتخب الولمبيك سبها هنا فى مصر الإيجيبت أهل 100 بيئة، مصر حصلت على تذكارتها pour la compétition de فتبول من أجل المنافسة أو لعب كرة القدم des جيو أولمبيك في الألعاب الأولمبية في توكيو في توكيو في اليابان كم شاك سيلكشيون مثل كل منتخب les فراعون الفراعينة peuvent faire appel à 3 جوكار يمكن للفراعينة أن يستدعوا أو ينادوا على 3 جوكار ثلاثة لعب كوبار، أجيب بلد 23 سنة، أكبر من 23 سنة لنتخنة للسيلكشيون إجيبتين مدرب المنتخب المصري شاو إغاريب أعنصي أعلن هذا الأربعاء على المكروة de OneSport في المكروفون بتاع قناة OneSport qu'il voudrait أنه يريد أن يحصل على الأستار محمد صلاح من بين اللاعبين، يعني يحصل عليه بين اللاعبين لأنه بكل بساطة l'un des trois meilleurs joueurs du monde لأنه واحد من أفضل ثلاثة لعبين في العالم شاو إغاريب أعو سيدي قال أيضا أنا لم أتحدث حتى الآن مع صلاح ولكن مشاركته مع الفريق ستتطلب مجهود قليل محمد صلاح يلعب الآن للفريق أهل ريال مدريد بارسلونا ليفربول طبعا سؤال مش محتاج الكلام بطولة الكان لأقل من 23 سنة حصلت فين أو وقعت فين؟ لو محدش متابع الأخبار هيبقى الآن لو أنت قردت التاكستي كويس هتبقى واثق ليه؟ لأنه قال لك مصر آخرت البطولة في أول السطر الثاني يبقى أمام جمهورها إذن فين؟ لكن لو أنت عرف أصلا المتابع الكرة تبقى عرف أنها حصلت في مصر المنتخب اللي كان بلعف في رمضان الصبح والعين كل منتخب يمكن أن يستفيد من مجهودات إيه؟ مجهودات 3 جوكر ولا 3 مدربين ولا 3 حكام ولا 3 أطباء طبعا برضو سؤال سهل جدا 3 لعبين جوكر في هذه الوثيقة نتكلم عن منتخبات إيه؟ منتخبات كرة القدم ولا السلة؟ طبعا فوتبول يعني أنا مش عارف الأسئلة سهلة بشكل غريب ليه؟ محمد صلاح أ محمد صلاح عنده قد إيه؟ 23 أقل من 23 أكتر من 23 أتنين وعشرين طيب من بين الاختيارات هو عنده أكتر من 23 أيا كان بقى يوصل 29 30 أيا كان إن سبورت إيه أو نو؟ إن سبورت ده اسم إيه؟ اسم جورنال؟ صحيفة؟ أو مجازين سبورتيف؟ مجلة رياضية؟ أو قناة تلفزيونية؟ أو برنامج راديو؟ طبعا شين تلفزي قناة تلفزيونية؟ الأسئلة أسهل مما يكون الوثيقة الثانية بدأ بعنوان من أجل الاستمتاع أو الإنبساط وليست من أجل العمل والشغل داكور أو با داكور؟ ألتتفق ولا لا تتتفق؟ لذي أقرأ هذه المقتبسات أو المقتطفات من منتدى أونلاين منتدى أونلاين لتلميذ مدرسة سنوية اسمها المدرسة طيب إيه بقى المقتطفات عندنا واحد اتنين ثلاثة الأول اسمه أندري والتاني اسمها أليس والتالت اسمه شاغل طيب أندري هيقول إيه؟ نخبرنا أن الكلام بتاع الشخص فوقي يعني الكلام دا اللي بيقوله دا هيقول جو سوي دكور أنا موافق موافق على إيه؟ موافق إن الأجازة للاستمتاع وليس للشغل كون جو في أوليسي لما بروحي مدرسة باشتغل طول الأسبوع أثناء الأجازة أنا بحب أروحي البحر علشان أنا بحب ألعب سباحة أو ألعب ركوب الأمواج على لوح أو اللي هو الركوب الشراعي أو اللوح الشراعي بحب جدا الصيف والشمس التانية اللي هي أليس هتقول أثناء الأجازة أنا بكره البقاء في المدينة مع زميلاتي أنا بحب أنطلق أو أرحل أو أسافر مع الأسرة إلى الريف بنقضي أسبوعين رائعين في مزرعة بتاعة أجدادي أنا بعش الممارسة الفروسية أو ركوب الخيل ولكن إخواتي بيفضلوا العمل أو الشغل في المزرعة أنا بحب أنستمتع وأشتغل بحب الاتنين الأخير شارلة هيقول الأجازة من أجل الاستمتاع أنا موافق أنا بكره المساعدة في المنزل وبكره فار لكوزين أعمار الطبخ سي فاتيجو إنه متعب الطبخيان لا أحب التسوق ما بحبش أنزل أتسوق ولكن ممتع قوي إن الواحد يلعب في النادي أنا ضد الشغل أو ضد العمل سي جون تشات هؤلاء الشباب يدردشون سيغ انترنت على الانترنت بور دي كرير لكي يصفوا إيه يوصفوا بيوتهم ولا أجازتهم ولا مدرسهم ولا مدنهم الكلام كله على الأجازة André aime faire en vacances André بيحب يعمل إيه في الأجازة نرجع عند André ونلاقيه قال حاجات كتير طيب هنا مديني الاختيارات الرياضة ولا تسوق ولا مطبخ ولا أعمال منزلية André بيروح في الأجازة بيروح البحر علشان يمارس السباحة ويمارس اللوح الشراعي يبقى بيحب يعمل إيه faire du sport يمارس الرياضة André aime aller بيحب يروح فين أثناء الأجازة لسه أيل بيروح البحر يعني محلولة En vacances Alice passe deux semaines à la company avec Alice بتقضي أسبوعين في الريف مع قالت مع عائلتي إذن avec sa famille Alice detest Alice بتكره إيه Alice اللي إحنا معاه هدي قالت أنا بكره نشوف ندور كده بتكره تقعد في المدينة مع زميلتها أول سطر هي قالت يبقى هنا بتكره rester en ville تكره البقاء في المدينة Charles préfère نقط en vacances Charles يفضل إيه في الأجازة يفضل المساعدة في البيت أكيد لا يفضل التسوق برضو لا يلعب في النادي أيوة هو قال اللعبة في النادي منتهى الاستمتاع يفضل يقعد في البيت برضو لا أما بخصوص المواقف فريق زميلك كسب المباراة كاسك فول وي ديت انت هتقوله إيه هقوله فريقنا سوف يكسب يخبر بلك أن الفريق هنا في الماضي كسبه الفريق المصري كسب المباراة كل تهانئي آه هي دي يعني خالص تهانئة أو خالص تحياتي نحن نكون في الشتاء والجو بينزل جليد ممتك هتقولك إيه في الشتاء والجو جليد هتقولك البس ملابس خفيفة البس تي شرت ممنوع الخروج يا له من جو جميل طبعا الجملة المنطقية ممنوع الخروج أنت تقترح على صديقك الزهاب إلى الريف كاسك فو ديت انت هتقول إيه عشان تقترح هتقول الزهاب للريف دي جملة منطقية تنفع مع مين تذهب إلى الريف ما تنفعش ماذا تفكر أو ماذا تعتقد بشأن الريف أنا هنا بسأله عن رأيه مش بقترح عليه الاقتراح هو ساتو دي يعني عشان يكون إيه بجب من الآخر بس أنا لازم أقرأ لكل الاختراط عشان الناس بتعود تسألني طب ليه ما خدناش كذا كنت تذهب إلى الريف برضو ما تنفعش أنت توضح هوايتك أو شغفك كاسك فو ديت انت هتقول إيه الاولى أنا أفضل عصير البرتقال أو عصير الفواكه دي مش هواية ولا شغف أنا أفضل السمك المشوي برضو مش هواية أنا أفضل قراءة القصص المساورة تنفع دي هواية وشغف التسلق الجبال تكون رياضة خطيرة ما قلتش أن أنا بفضلها هنا رقم سبعتاشر بس الرقم مش مكتوب انت بتسأل صاحبك أين الأرنبة تعيش هو هيقول إيه هيقول المكان اللي بتعيش في الأرنبة هي أنسة الأرنب لا أنا أطعم الأرنب لا هو ده هو عشة الأرنب انت بتسأل صاحبك أو بتطلب منه أن يتصل بك هذا المساء كاسك فو ديت انت هتقوله إيه هقوله اتصل بي هذا المساء تليفون مواء فعل أمر أهو اتصل بي هذا المساء صديقك يريد أن يخس عايز يخس أو يقل في الوزن كاسك فو ديت انت هتنصحه بإيه عايز يقل له هقوله لا تأكل على الإطلاق يعني موت يعني استريح في السرير مارس الرياضة وكل قليلا هي دي العب الرياضة وكل قليلا هنا أشرف صودة كتير لا طبعا صديقك فو ديفيني يعرف لك لا فورمولة 1 الفورمولة 1 بيعرفها لك هو هيقول عليها إيه طبعا هي سباق دراجات دراجات إيه سباق سيارات ستنكوخس دو فواتيور وهو سباق سيارات أيوة سباق جارية عرقلين لأ سباق دراجات لأ نوع من المشروبات لأ إذن هو سباق سيارات ونروح على جمل القواعد هنلاقي أول جملة مهمة جدا كلمة ألاف يعني التلميذ تنفع تلميذ وتنفع تلميذة يبا هتعامل معها لأنها مذكر هختار سات اللي بتاعة واحدة هتعامل معها على إنها مؤنف هختار سات اللي فيها تنين تيه انت هتختار مين ها هتعرف منين أصلا هي مذكر ولا مؤنس هعرف منين هعرف من كلمة من الصفة الصفة مذكر طالما الصفة مذكر يبقى الكلمة دي مذكر تمام طيب لو مؤنس كانت عندلاقي هنا الصفة أخرها أ مفيش أ إذن كلمة ألاف كلمة مذكر هتاخد سات ألاف اوعبات وحد يقول لي سات التانية هتيبقى غلطان هو لا يريد أن يتكلم إلى شيء إلى أبدا إلى أحدا إلى شخص ما طبعا إلى أحد الكلام في النفي والنفي هنا بين في الشخص لا يريد أن يتحدث إلى أحد بالأمس كلام في الماضي أو كلمة تدل على الماضي أنا هنا عايزة يجيب فعلا متصرف في الماضي مع مين مع L هي إلى البرك خبالك أن هي مفرد مؤنث في الماضي في الباسي كومبوزي لازم لو استخدمنا مع المساعدات رح يكون فيه تبعية إذن هنختار L هي ذهبت الفرق بين هنا وبين L دي إن دي ما فيهاش تبعية دي فيها تبعية حرف L الأخير لأن الفاعل عندنا مفرد مؤنس مونة أشات دي بومبون مونة تشتري بومبون إل مانج دي هي تأكل اثنين كمل الجملة اثنين إيه؟ مفروض نكمل إنه أكتب دي بومبون مفعول مسبوك برقم المفعول المسبوك برقم نعامض عنه بالضمير الشخصي أ تي نوا با آلي على بيسين طيب ستوب السؤال فيه إيه؟ السؤال فيه نفي اختياراتك كده هتنحصر بين إيه؟ بين سي ونو ماشي؟ ماشي طيب اتعامل بقى شيل النفي في خيالك واسأل السؤال أنت سوف تذهب إلى البيسين؟ هيرد يقول أنا سوف أذهب إلى البيسين يبقى الآيوة ولا لأ؟ الآيوة طالما الآيوة هنختار سي أل باغ لأ نقاط آمي طيب أل دي أنا هنا عايزة تتخدم طبعا صفات ملكية أل مفرد هتدخلني في الصدف بتاع مين؟ بتاع سان سا سي سان سا سي سان سا سي أول ثلاثة الأخيرة دي ماليش علقة بيها طيب الكلمة اللي بعض النقاط جمع على طول هنجري على سي سي زامي صديقاتها إكس بلي كي ده فيعلى أمر بقوله إشرح الدرس إشرح الدرس المين؟ إكس بلي كي مو إشرح لي زي ما قولك دوني مو إعطيني خلاص غير دو مو انظر لي لازالاف التلميذ كلمة جمع بتساوي إيلة فيك اس لازي اجزرسيس التمارين ده فعل في المدارع معادي جدا متصرف مع إيلة فيك اس على طول هنختار فان يقول التلميذ يعملون التمارين أو التدريبات أني فيغ في الشتاء إيلة في فوا كونيت حلو قوي إحنا هنا عندنا التركيبة بتاعة الإيه بتاعة المقارنة أدي عندنا الك وعندنا صفة إيه اللي بيجي قبل الصفة حاجة من ثلاثة يا إما بلو يا إما أوسي يا إما مو إيه اللي عندنا من الثلاثة اللي أنا قلتهم دول خصوصا الشتاء الجو بيكون برد من الصيف يطرأ أكثر برودة ولا أقل برودة ولا متساوي طبعا أكثر من أكثر برودة إذن هنختار تمام طيب نحن ننزل وقف نكمل الجملة ينزل ييجي بعدها إيه ييجي بعدها الأوتوبيس يبقى ينزل من الأوتوبيس من اللي هو حرف الجر إيه د وأوتوبيس تمام طيب من الأوتوبيس مكان مسبوك بحرف جر نعوض عنه بالضمير إيه أول ما قلت مكان كله هيروح على الإيجريك وهتكون غلطة شنيعة ليه؟ لأن الإيجريك بيحل محل أي مكان مسبوك بأي حرف جر ما عدا حرف الجر دو طب إذا كان مكان مسبوك بحرف الجر دو نعوض عنه بال دي حالة استثنائية للضمير الشخصي نقط أنت تريد كتحلية طبعا السؤال كاسك معروف السؤال المشهور يعني كاسك تريد ماذا أنت تريد كمشروب كتحلية ككذا ككذا سامي وعملها فصلة ليدون الأسنان قبل النوم عايزة دوله أمر أمر السامي طالما أنه دهتله باسمه يبقى الأمر مع تي وأقول له بغوست و اغسل أسنانك أمر مثبت الت اللي قبل الفعل تحول إلى بعد الفعل تبقى توا بالنسبة لسؤال الإيميل طبعا موجود في الأزهر بيكون عبارة عن تحية و 3 أسئلة بنجاوب عليهم التحية الأولى والتحية الوضاعية بنكتبهم زي ما هم هو يطلع هو يطلع في الرد بكتب التحية الأولى والتحية الأخيرة جبت السؤال الأول التنس يكون رياضة كلاسيكية أو ممكن رياضة فردية نلعب التنس فوق أرضية ملعب التنس لأنه سألني بأين لكي نمارس التنس نحن نحتاج إلى كرة صغيرة بخصوص الموضوع بيقول احكي يوم اللي انت قضيته في الريف تمام هاخد نفس الكلام ده وهستخدم الأربع كلمات اللي هو مدهم لدول واكتب بيهم الموضوع و دائما يا شباب باخد الكلمات من الكلمات اللي مكتوبة و غالبا بيبقى الواحد حافظ حاجات معينة بيكتبها في الموضوعات دي أولا هقول الكلام كله في الماضي أنا قضيت بس من غير الأكسون من غير هشطبها أنا قضيت يوم جميل الجملة دي بالزبط جبتها من السطر الفؤاني ده طيب أنا استحميت في النهر ده الفعل الأولاني اللي هو مدهولي الفعل التاني رامسي يجمع هقول أنا جمعت فارولة اللي بعد كده يعطي طعام أو يطعم أنا أعطيت طعام إلى الأرانب أو إلى أي حاجة تانية كلمة هستخدمها في جملة أنا لعبت بالدراجة بكده أنا كتبت موضوع يزيد عن اللي هو عايزه واستخدمت كل العناصر اللي هو الدهالي وفي الزمن اللي هو طلبه مني بكده نكون حلينا امتحان السنوية الأزهرية 2020 بشكركم شكرا جزيلا وانتصرون في امتحانات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا